اشتركوا في القناة من الظهور على النصب التسكيري لشهداء الشرطة وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أثناء الاحتفال أن المصريين نجحوا في الحفاظ على دولتهم ومكتسباتهم التاريخية في مواجهة الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها البلاد من تقلبات سياسية واقتصادية وأمنية متجهين نحو تأسيس الجمهورية الجديدة مشددا على أن الاقتصاد لا يمكن أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية كما أن الوطن لا يمكن أن يبقى بدون حماية وأمن وفي هذا الشأن تقوم الشرطة بجهود لا يمكن حصرها وأعلن الرئيس السيسي عن تنظيم احتفالية كبيرة في العريش ورفح والشيخ زويد في إطار الاحتفال بالقضاء على الإرهاب إن بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومي بجميع عناصره ومكوناته وكما أن الاقتصاد لا يمكن له أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة فإن الوطن لا يحيا ولا يبقى بدون حماية الأمن القومي وصونيه من الأخطار التي لا تخفى عليكم وأنتم الشعب النصري العظيم الواعي المدرك لتعقيدات المنطقة التي نعيش فيها وانعكاسات ذلك على الداخل وفي هذا الإطار تقوم هيئة الشرطة المدنية بجهود يعجز البيان عن حصرها وإيفائها حقها ويقدم أبناؤها تضحيات يقف أمامها وطننا يقف أمامها وطننا ممتنا ومقدرا وشاكرا أن هذه الجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة تسهم بأشد ما يكون الإسهام في بناء وطننا وحماية أمن كل مواطن مصري يحيى على هذه الأرض الطاهرة شعب مصر العظيم أن تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية حملت للعالم بأسره ونحن جزء منه أحداثا غاية في التعقيد بدأت بجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية للأوكرانية وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنزل بتغييرات كبيرة على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي الدوليين هذه حقائق انعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم وفي مصر كان شاغلنا الشاغل منذ البداية هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري وكان التوجيهات المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين بأقسى ما تستطيعه قدرتنا وعلى الرغم مما سبق فإنني أعلم أن آثار الأزمة كبيرة وتسبب ألما لأبناء الشعب لا سيما محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجا الذين يخضون كفاحا يوميا هائلا نقف أمامه داعمين ومسانديين لتوفير احتياجات أسرهم وأبنائهم ومواجهة ارتفاع الأسعار وأكد أن التزامنا بمسانداتهم ولقوف معهم هو التزام ثابت من الدولة لم ولم يتغير كما قرم الرئيس السيسي أسماء شهداء الشرطة وكذلك منح عدد من ضباط الشرطة والأفراد العاملين في هيئة الشرطة أنواط الامتياز وفي ذات الصياق وجه الرئيس السيسي تحيات شكر وتقدير للبطل طارق عبد الوهاب الذي أصدر قرارا بترقيته من ردبة مقدم شرطة إلى عقيد شرطة تقديرا لتضحياته مشددا على أن تلك الترقية تعد شكلا من أشكال العرفان والتقدير لما بذله وقدمه من تضحيات وفي سياق المتصل أكد وزير الداخلية سيد محمود توفيق اليوم أن الشرطة المصرية سطرت دورها الفعال على مر العصور في كل معارك التحرير والنضال مضيفا أن رجال الشرطة ضربوا أرواع أنثلة الشجاعة والتضحية والتحموا مع الشعب في مواجهة المحتلة ويواصلون حماية أمن الوطن عبر العصور ومواجهة حروب الجيلين الرابع والخامس وعشر وزير الداخلية إلى حجم التحديات في المحيط الإقليمي والدولي والتي أرخط بظلالها على استقرار العالم مشددا على أهمية حماية أمن الوطن والمواطن أكد وزير مالية الدكتور محمد معيت أنه تنفيذا لتوجيهات الرئاسية سيتم إطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة 2023-2024 خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك لتحديد أولويات الإنفاق العام في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمية وتفرد ضغوطا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر سواء من حيث الارتفاع غير المسبوك في أسعار السلع والخدمات نتيجة الاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد أو ارتفاع تكلفة التمويل وأضاف وزير مالية أننا نستهدف التوزيع العادل لاعتمادات الموازنة بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع مع التركيز على الأولويات التنموية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع أثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية بما يسهم في الحد من تدعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية جنباً إلى جنب مع استكمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ياخد منتخب مصر الأول لرجال القرة اليد في التاسعة والنصف مساء اليوم آخر مبارياته في الدور الرئيسي في بطولة العالم المقامة حالياً في بولندا والسويد بالنسخة التي تستمر حتى التاسعة والعشرين من يناير الجاري ويسعى منتخب مصر لقرة اليد في هذه المواجهة لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل الصعود كأولى المجموعة الرابعة